بينما تعبر هذه الشاحنات التي تحمل أطناناً من الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية آلاف الكيلومترات براً وبحراً وجواً قادمة من المملكة لتقدم إلى أبناء الشعب اليمني الذي أنهكته الحرب تستغل ميليشيا الحوثي هذه المنافذ لاستقبال الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران وتطلق صاروخاً باليستياً نحو العاصمة الرياض للمرة الثانية في أقل من شهرين وسط صمت المجتمع الدولي الذي لم يتخذ حتى اللحظة موقفاً حاسماً من شأنه أن يوقف ماكينة الصواريخ الباليستية التي تزود إيران بها ميليشيا الحوثي التابعة لها في اليمن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قال في بيان إن الصاروخ الحوثي الإيراني استهدف منطقة سكنية مأهولة بالسكان في الرياض قبل أن يتم اعتراضه بنجاح في مشهد يعكس ما حذر منه التحالف من قبل من أن ميليشيا الحوثي تستغل المنافذ المستخدمة للأعمال الإغاثية في تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الداخل اليمني ومن ثم تستخدمها ضد أهداف بالمملكة ورغم ما كشفته الولايات المتحدة مؤخرا من أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيا الحوثي نحو المملكة هي إيرانية الصنع ورغم الدعوة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب لتأسيس تحالف دولي للتصدي للخطر الإيراني المتمثل في منظومة الصواريخ الباليستية التي تملكها والتي أصبحت تهربها بكل سهولة إلى أذرعها العسكرية والإرهابية في اليمن والعراق ولبنان وسوريا برغم كل ذلك يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام الخطر الذي يحدق بالشعب السعودي الذي أصبح في مرمى صواريخ الحوثيين وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور جرغاش أدان الانتهاك الحوثي مؤكدا أن هذه الاعتداءات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي تجاه الأهداف المدنية توضح بصورة لا لبس فيها أهمية قرار عاصفة الحزم وأدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيات الانقلابية الإرهابية الصاروخ الباليستية نحو الرياض ووصفته بالاعتداء الجبان الذي يؤكد الدورة السلبية والخطير الذي تقوم به إيران الداعمة لهذه الميليشيات الانقلابية في اليمن لتقويض مساعي التوصل إلى حل سلمي وإطالة أمد الأزمة وأدانت الخارجية المصرية الاعتداء الإيراني الحوثي مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة وبعد وقت قصير من اعتراض الصاروخ شنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في معقلهم الرئيسي بصعدة ومواقع أخرى في صنعاء وقصفت المقاتلات مواقع للحوثيين في مدرية نهم شرقية العاصمة صنعاء كما شنت طائرات التحالف عدة غارات استهدفت مواقع وآليات لميليشيا الحوثي في مدرية القريشية بمحافظة البيضاء ما أدى إلى تدمير آليات عسكرية تقل أسلحة وعتادا للميليشيات في حمة المخلق حسن إبراهيم لبرنامج هون الرياض